حط يهوزا نمرة واحد مع ان يهوزا نمرة اربعة في اخواته دي نمرة واحد نمرة اتنين شالدان وشال افرايم ما اوجدهمش يبقى نمرة اتنين شالدان نمرة ثلاثة شال افرايم نمرة اربعة حط لاوي نمرة خمسة حط يوسف شال اتنين وحط اتنين لا يقصد الاشخاص هما يقصد الصفات مين المختمين بن بن اسرائيل حط يهوزا مين يهوزا الصبت اللي جاء منه المسيح اللي قبله المخلص يبقى اللي هيتختم اللي هيقبل المسيح واللي هيرفض المسيح الدجال الانتكريست دول المختمين من بن اسرائيل دول المختمين نمرة اتنين شالدان لان دان هيجي منه الانتكريست كلمة شالدان يعني رفض ابل يهوزا ورفض دان وكأن بيقول نقبل المسيح ويرفضوا الانتكريست ضد المسيح دياء دان افعى على الطريق لما جاي باركو قال له دان دان يعني يدين شعبه افعى على الطريق يلدع عقبيه الفرس هو مين اللي بيلدع عقبيه الفرس انتي تسحقين عقبه ده الشيطان اللي هي يبقى يكون المملكة الدجالية من الوحش والنبي الكذاب يبقى لما يتشال دان يعني يا بني اسرائيل شيلوا من حياتكم ضد المسيح لما يحط يهوزا نمرة واحد اقبلوا المسيح نمرة واحد نمرة ثلاثة شال افرايم طب واش معنى افرايم لان افرايم هو اللي اسم الدولة لدولتين اسرائيل كان الدولة تتكون من 12 سط بخطيط سليمان وغطرست راح بعام جي اربعام ابن نباط وهو من سط افرايم اسم الدولة بقوا خد العشر اصباط وبعد ما خد العشر اصباط عملهم اله عجل في بيت قيل وعجل في دان يعني الاثنين وقال لهم اعبدوا ربنا هنا وبلاش تروحوا هيكا السليمان يبقى مين المختومين اللي قبلوا المسيح يهوزا اللي رفضوا الانت دي كريست دان اللي ارفضوا العبادة الوسانية والانقسام اللي هو مين افرايم في حاجتين تاني حط لاوي طب ليه حطيت لاوي ما حطتوش ليه في اسرائيل لان لاوي في اسرائيل ما كانش يرس لكن في الابدية لو هيورس هيتحط اسمه انا اكون منهم جملة بعد كده وحط يوسف لان يوسف يعني امرعرع يعني ينمو وكاين امسك الاسماء اللي اتحطت كلها ولخصها في الات مين اللي هيتختن في بني اسرائيل من الاصباط يهوزا اللي قبل المسيح دان اللي رفض الانت كريست افرايم اللي رفض العبادة الوسانية والانقسام لاوي اللي هيورس الحياة الابدية يوسف اللي هتكون حياته مرعرعة ومزهزها الى الابد دي الصورة الموجودة في الاسماء الاثماشر